فيلمنا بيبدأ بقصة حصلت قبل مئة سنة وأبطر القصة دي كانوا العمالقة اللي ظهروا فجأة وفيهم شبه كبير جدا من البشر وعتروا أغلب البشر وقابدوا حضرات بالكامل وعلشان بقى البشر لسا عايشين يستمروا في الحياة بنوا تلات جدران أملاقة بتحوط مساحة أرض أسع علشان يعيشوا فيها وتعذرهم عن العالم اللي مليان عمالقة ويقدروا يعيشوا بسلام وطبعا الوقت اللي بكلمكم في دلوقتي هيكون فات مئة سنة من وقت بناء الجدران الأملاقة دي والبشر اللي جواهم عايشين في سلام وده أرمين شاب بطموح ودماغه شغالة وبيخترها شوية اختراعات بسيطة عشان بتساعدهم في حياتهم لكن وهو ماشي فجأة خبط في واحد شكل ومش مريح خالص لكن اتظهر له وكمل طريقه لحد ما راح لميكاسا ودي تبقى صاحبته وخدها وراحه الإيرين اللي هو وميكاسا بيحبه بعض لدرجة كبيرة وكمان كانوا مصدر السعادة في حياة بعض فوسط العيشة الباقسة اللي هم معايشينها دي وإيرين كان فعلا مش حابب حياته وحاسس انه محبوس ورا الجدران الأملاقة مش بيحتمي بيها وخاصة لانهم بدأوا يعتقدوا ان ما فيش عاجة يسمعها عمالقة وكل اللي هو سمعوا عن حكاياتها العمالقة ما هو اللي عبارة عن شوية وهم وتخريف وعلشان كده القرر انه لازم يخرج من الجدران ويشوف العالم وراها الشكل وإيه بالضبط وارمين ومكاسة في البداية رفضوا لأنهم خايفين من الفكرة لكن إيرين قارف لقناهم بسرعة انهم يروحوا معاه وده لأنهم نفسهم يشوفوا البحر اللي ما يعرفوش عنه غير شوية صور مش أكتر وفعلا مش لحد ما اقربوا من الجدران لكن لقوا ان فيه قوات جيش كبيرة واقفة جنبهم علشان تأمنوا فاستخبوا وتسللوا من وراهم لحد ما وصلوا للجدار ودي كانت أول مرة يقربوا منه بالشكل ده كانوا في البداية خايفين لكن إيرين قال لهم ده مش وقت خوف وكان هيتسلق الجدار لكن الجيش شافهم فجأة وابضوا عليهم وكانوا بيحاولوا يضربوهم لكن إيرين عمل معهم الصح لحد ما القائد وصل وطلع يعرف إيرين فقال لهم سيبوني أنا هتصرف معاه ومن الواضح انه بيحبه وده لأنه كان صاحب أبو وقال له ان الجيش قريب هيعمل عملية استطلاعه ورا الجدار علشان يعرفوا ايه الخطر اللي بيهددهم وكمان يعرفوا ان كان فيه عمالقة لسه موجودين ولا ماتوا لكن فجأة وهم بتكلموا حصل زلزال قوي جدا ومقوته بدأ يأثر على الجدار الأول اللي هو وراء عمة الشعب والطبقة الفقيرة وفجأة سيموا صوت مرعب لدرجة انه ممكن يوقف القلب وكمان صاحب الصوت ظهر وكان عملاق ضخم بطريقة مرعبة لدرجة انه أكبر من الجدار بمراحل وكمان جسمه مليان نار لدرجة انه يشوفه حسه بركان متحرك وكمان فوق كل ده كان متعصب من حاجة محدش يعرفها وبيهاجم الجدار بكل قوته لحد ما نجح في انه يعمل فيه من تحت فتحة كبيرة ومن قوة هجومه فيه صخور مشتعلة بدأت تضرب المدينة اللي بعد الجدار الأول وزي ما قلتلكم دي فيها طبقة الناس الفقر والعمية وقاية حراس الجدار راحل كاتبته بسرعة وامرهم يستعدوا بالمدافع والأسلحة والصخور لسه بتضرب القرية الأولى بطريقة بشعة وكأنها فيه حد بيضرب بمنجانين وفجأة الأملاق المرعب اختفى والمكان رجع عادي زي الأول لكن يا عزيزي المشاهد أحب أقولك إن ده هدوق ما قبل العاصفة لأن بعد لحظات بسيطة فيه عمال قطنين يشبيه البشر ظهروا عند الفتحة اللي اتعمرت في الجدار وكان شكلهم مبسوطين جدا ما عرفش ليه وكمان انبساطهم شكله ما كانش بيدل على أي خير والجيش بدأ يعجمهم بكل قوته ويضرب عليهم بالمدافع لكن للأسف اكتشف إن المدافع ما بتأثرش فيهم وبيرجعوا تاني يتكونوا نفسهم من جديد وده معناه إنهم تقريبا كده بيموتوش وقرن لما شاف كده تصدم وقال إن الأسطورة شكلها كده هتطلع حقيقية والعمالكة كانوا بيبصرهم بابتسامة سخيفة ومرعبة ومبسوطين جدا لأنهم شايفين غداهم قدام عينهم نوع لحمة جديدة عاوزين يتعرفوا على طعمهم وبالفعل بدأوا بأول واحد وكان بيأكلوا الشبه الحمامة كده وطبعا لأجل ده كان بيأكلهم كانهم صبع محشي هو من الآخر كل واحد كان بيأكل في البشر بطريقته الخاصة المهم إنهم بيعملوهم بطريقة بشعة بكل معنى الكلمة لدرجة إن في واحد من الجيش فضل إنه ينتحر ولا إنه يكون حمامة مع شي عند العمالكة بس مش مشكلة لو مات لأن ده مش هيأثر قوي لأنهم رحوا عند القرية لمليانة بشر كتير جدا وحسوا إنهم كنز وأنا بصراح حسيتهم بيقفشوا فيهم شبه الفرق بالضبط وكل واحد كان بيحاول يهرب ومش مهم غيره لكن للأسف فيه كتير وهم بيهربوا إلعى مالكة فعصوهم كأنهم واللي لسه عايشين حاولوا يهربوا علشان يدخلوا مغزن ويحتموا فيه وإيرين وميكازي كانوا معاهم لكن ميكازي شافت واحدة واععة وخايفة على بنتها فرجعت عشان تساعدها وإيرين كان بيحاول يرجع معها لكن معرفش بسبسبة الناس اللي كانوا بيرموه على جوة وقفلوا الباب على نفسهم وإيرين لما حاول يخرج الناس رفضت تسمح له يفتح الباب وحبسه معاهم وكان شاف ميكازي حبيبته قدامه ومش عارف يوصل لها وفجأة وهو بيبص لها شاف واحدة من العمالكة رحت لها ووقفت تبص لها بصة شكلها مش حعل وخالص غير إنها بصة توقف ضربات القلب وفجأة الباب عند إيرين اتخبط فبعد عنه وهو خايف ولما رجع تاني علشان يطمن على ميكازي ما لقاش موجودة في مكانها فعرف إن لها ملاقة كالتها ففتح الباب وخرج فأمل إنه لقيها لكن بدون فايدة وفجأة فيها عمالكة كتير تجمعها عند المغزن اللي إيرين خرج منه وزنق الناس اللي جواه وبدأوا يأكلوا فيهم بدون أي رحمة لدرجة إن دمهم بدأ ينزل من تحت الباب كأنه مية عادية وإيرين لما شافه ما فرقش معاه لإنه أصلا كده كده منهار بسبب موت حبيبته ومش من المكان وهنروح بعد سنتين من الحادثة البشعة دي والبشر اللي كانوا لسه عايشين رحوا يستخبوا ورا الجدار التاني وراها ناس بس انفوذهم أكبر شوية من الطبقة العامية اللي خدت الصدمة الأولى في البداية وفي المنطقة دي البشر جهازه جيش مدرب على أتم استعداد علشان يقدر يحارب العمالكة في أي وقت وإيرين كان من ضمن جنود الجيش لكن كان فيه مشكلة كبيرة وهي إن المكان اللي العمالكة احتلوه هو اللي كان مسؤول عن المحاصيل الغذائية وبكده المحاصيل الغذائية بدأت تقل لإن معادش فيه حد بيزرعها ولا مكان تتزرع فيه وكمان عدد البشر زاد ورا الجدار التاني فحصل أزمة في الأكل والشرب والأزمة دي تسببت إن فيه ناس كتير ماتت من الجوع وعلشان كده الجنرال العسكري المسؤول عن الجيش بالكامل واسمه كوبال قرر إنه يبعد كتيبة حرب العمالكة وتسد الفتحة الموجودة في الجدار وده علشان العمالكة ما تقدرش تدخل عندهم تاني وبعد ما كوبال خلص خطابه طلب من هنزل قائدة الفرقة إنها تعرض عليهم السلاح الجديد إلا يساعدهم في قتل العمالكة والسلاح عبارة عن حبال قوية تساعدهم في إنهم يطيروا علشان يوصروا المنطقة معينة في الأملاك لو اتضرب منها هيموت بدون تفاهم لكن هنزل هيبتعرض عليهم السلاح كانت هتخلص عليهم بس هنعمل نفسنا ما خدنا جبالنا وخطتهم في إنهم يسدوا الجدار هي إنهم هياخدوا متفجرات قوية ويدربوا بها الجدار من فوق والحطام اللي هنزل منه هيسد الفتحة اللي تاع وهو آه الجدار هيقصر شوية لكن مش هيفرق لإنه أطول من العمالكة بتلت أضعاف وبالليل الفرقة بدأت تجمع أسلحاتهم ومتفجراتهم علشان ينفذوا مهمتهم وكانوا محتاجين ينفذوها في الضلمة بدوم العمالكة تشوفهم وإيرين اتطوع إنه يشارك معهم علشان ينتئم لحبيبته مكاسا مش أكتر ولما الجنود اتحركوا في واحد منهم قال لإيرين إنهم هيقابلوا واحد اسمه الشيكيشيما وده قتل عدد كبير من العمالكة غير الجندية المساعدة بتاعته وديل واحدها قتل أكتر من عشر عمالكة ولما وصلوا عند الجدار حسوا إن في حركة وراهم فخافوا لكن بسرعة اكتشفوا النعمة واجه فرجعوا اطمنه الثاني وتحركوا علشان يتفذوا مهمتهم لكن فجأة في واحدة سمعت صوت طفل بيعيد ففكرته الطفل ضيع من أهله وقررت إنها لازم تساعده وحاولت تمشي وراسوته كتير لحد ما فعلا وصرت له ويرتها ما وصرت له ولا شافته وده لإنه طلع الطفل صيني من نسل العمالكة وكان بيلعب مش بيعيط وكمان المصيبة إنه بيلعب بجسد واحد ميت وعجبه شكل راسه فكلها وبعد كده شاف البنت اللي راحت له تنقصه فحاول ياخدها علشان يلعب معها برضه لكن يتقلب على وشه ومن هنا بقى بدأت المشاكل لإنه طلع الطفل زنان وكمان شكله مرعب جواب يزن وصوته عالي جدا لدرجة مرعبة والبنت اللي عنده خافت وهربت ويبتصرخ بصوت عالي جدا اتسبب في إن العمالكة حسوا بوجودهم وبدأوا بالقائب بتاعهم وكان وجبة طعمها جميل على ما أعتقد غير طبعا العمالكة التانيين اللي بدأوا يتردوا الاتنين والجنرال كوبال طلع راجل لمؤاخذة ولما شاف العمالكة وراهم خاد الأسلح والمتفجرات وكمان العربيات اللي معاهم وخلع بمجموعة وسب المجموعة التانية وراه والعمالكة بقوا بيتردوهم من كل اتجاه وده علشان يكلوهم كوجبة سناكس بين العشا والفطار ولما خلاصت حصره وفقدوا الأمل انهم يهربوا شيكي شيما وصل وبكل بساطة عمل الطريقة الوحيدة اللي ممكن يقتلوا بها العمالكة وهي انه يضربوا في منطقة الظهر بالسيل وفعلا العمالكة وقع وتبخر في وقتها وهو كده الاعتبر مات لكن فجأة فيها عمالكة نوصل ومساعدة شيكي شيما ظهرت في الوقت المناسب وخلزت عليه برضو والعمالكة العادة اتبخر بس مش ده المهم المهم ان مساعدة شيكي شيما دي اتطلعت هي مكاسح عبيبة إيرين اللي أول ما شافها تصدم وقلبه كان هيوقف من الفرحة والصدمة وشوية احاسيس كتيرة لكن هي مدتلوش اتمام وكمان ولا كأنها عرفاء ولا فرحة انه رس عايش ومشت مع شيكي شيما وراحوا للجنرال الكوبال اللي هرب وصبرت جلده واللي تبقى من الجماعة اللي الكوبال هرب واسيبهم راحوا تاني للمقر بتاعهم لكنهم قاعدين في واحد استفز إيرين بالكلام وكمان حاول اضربه لكن إيرين طلع مستفزة اكتر منه وكمان ضربه وما سابوش غير وهو خرشمه وميكاسة ظهرت من ظهر إيرين ومسكيتو ورميته في الأرض فاتصدم وهي ولا كأنها عرفاء وقارت له كفاء ازعاج لأننا مش عايزين العمالكة تاخد بلحة منها وقبل ما تمشي أرمن صاحبها ندع عليها وقال لها أنا عارف ان دي انت ميكاسة صاحبتي لكن اتجهلته ومشيت وإيرين بقى مصدوم ومش مقتنع باللي بيحصل له ولما شاف شيكي شيما سألوا ازاي مكاسة بتقدر تقتل العمالكة فقال له لأن انا اللي علمتها تحب علمك انت كمان وإيرين وافق وقال له اه لكن شيكي شيما قال له وانا مش هعلمك وسب ومشي وإيرين راح لميكاسة وقال لها أنا سعيد ان انت رس عايشة فبسط له باحتقار وقالت له الطفل اللي كان معايا كان هيتاكل وكمانا كنت هيتاكل معاه وفعلا ظهرت له جنبها وكان عليها علامة عدد عملاك وإيرين اول ما شافها تصدم وما قدرش يقف على رجله وميكاسة قالت له انا لازم استمر في قتل العمل وشيكي شيما كان قاعد وراهم وضرب ايرين بتفاحها وقال لهم معلش ما كنتش عاوز اقتعكم وفضل يعمل شوقات حركات مستفزة مع ميكاسة علشان يضايق ايرين وميكاسة ما قدرتش ترفض لأنه القائب بتاعها وهنا ايرين يعتبر قلبه متل مرة تانية بسبب ميكاسة وخرج من المكان وهو بصرخ بكل مجهوده علشان يطلع الغزر المجبوط جواه لكن في بنت راحت له علشان يهدأ وراحوا قاعدوا في مكان مع بعض وبدأوا يفتكروا ذكرياتهم وكل واحد بيحكي اللي عنده لكن فجأة فيها عمالكة وصلت عندهم وفي واحد تسحب البنت دي من ايد ايرين بكل بساطة وبلعها عادي كأنها حبها يتلب وبالجنود اعرفوا ان فيها عمالكة وفصلحوا نفسهم بسرعة علشان يواجهوا اي حاجة او حتى يموتوا بشكل شيك شوية وشكشيون انطلق هو ميكاسة وكانوا بيقتلوا اي عملاق بيقف في طريقهم بكل بساطة وبدون اي تعب لكن ده ما يدرش برضو ان فيها عمالكة كان مزاجهم رايق وبيصطدوا بعض الجنود وبيروحوا يأكلوهم بيد عن المعركة والوش بكل روائعين وكمان الجيش تلعوا في وسطهم واحد خاين وهو نفس الشخص اللي شكله مش مريح وخبط في كتفه ارمن في اول الفيلم والشخص ده خاين لانه سرق المتفجرات اللي هيستخدموها في انهم يسدوا الصور وهرب لكن ملحقش يهرب كتير وده لان في واحد من الجنود رمالهم اللي طوف في العربية فولعت في المتفجرات وفي بنتة نطت فوق العربية واحتلتها وقررت انها لازم تقتل بيها العمالكة وخدتها وراحت عند مجموعة كبيرة من العمالكة وعملت عملية انتحارية وفجرت نفها فيهم وكان انفجار كبير جدا لكن للاسف ما اصرش في العمالكة بروبها جنيه وده لانهم ما بيموتوش بالطريقة دي خالص ورجعت عالجه تاني عادي ولا كأنهم حصل لهم اي حاجة لا وكل واحد فيهم كان قيم وهو مع غداوة بيأكلوا بنفسي مفتوحة خالص ويرن لما شاف كده اضايق فبدأ يستخدم اسلحته بشكل قوي جدا وكان بيطير في وسط العمالكة بكل بساطة وكأنه محترف قتل عمالكة وشكيشيما كان بيرقبه وبيديله التوجيهات علشان يتبعها ويتصرف باحترافية وفعلا التوجيهات دي نجحت معاها وتسببت في انه وقع في بقق املاكة عادي خالص فكان رجله عادي برضه وشكيشيما قال له نسيت اقولك ان في بعض الاحيان ما بنكونش محظوظين وفي املاك بكرش ميسيك ارمند صاحب ايرن وكان ناوي يزود بيه حتة في كيرش وكانت نقصة وميكاسة ضربت املاك واعتقدت انها قتلته وبعد كده شافت ايرن وهو رجله مقطوعة لكن الاملاك طرق لسه ماتش وميكاسة ما كانتش عارفة تركز معا ولا مع الاملاك لكن قررت تقتل الاملاك الاول وترجع لايرن اللي شاف الاملاك ابو كيرش وهو خلاص هيكل صاحبه ارمند وكان قوي جدا وكل اللي حاولوا يقتلوه ما عرفوش يأثروا فيه باي طريقة والاملاك اول من محطة ارمند في بقق ايرن رحله بسرعة عشان ينقصه وطلعه من بقق الاملاك في اخر لحظة لكن هو اللي اتاكل بداله وما تبقاش منه غير دراعه وايرن بدأ يعم في كيرش العاملاك ابو كيرش لحد ما ويع في حتة كلها مية ومش عايزة تخيل ايدي بالزبط المهم انه لها صاحبته اللي كانت قاعدة معاها والتكلت والمية دي كانت محللة جزء من وشها وفعلا هو كمان بدأ يتحلل وميكاسة راحت لارمند فقال لها خدي دي ايد ايرن هي اللي اتبقت منه فادهيت وقالت انا لسه مهمتي هي اني اقتل العمالك وفعلا عجمت عليهم بكل قوتها وقتلت منهم كتير في لحظات بسيطة لكن للاسف جهاز التنقل بتاعها فضت طاقة بتاعته فوقت في الارض وبدأت تفتكر ايرن وهي شافة قدامها العملاك اللي كله لكن فجأة مست كيرش وقال انا شكلت عشد بزيادة ولا ايه بطن بتوجعنا واي جدعان وفجأة مفجر لاشلاق وطلة منه عملاك تاني لكن شكله مختلف واجبر بكتير وكمان مرعب عن باقي العمالك وبدأ يهاجمهم ويقتل فيهم واحد وراء التاني بكل بساطة وبدون اي تعب وده لانه اقوى منهم بمراحل وعساكل الجيش ما كانوش مصدقين نفسهم ان في عملاك قوي حالف ليهم وكمان بيدافع عنهم بعد ما خلاص كانوا فقدين الامل في الحياة وبعد ما خلص على عدد كبير جدا الباقي شاف وانسحب والعملاك ده راح لمكاسة ويف قدامها فكلمته على انه ايرن لكن هو مسكها وبعد كده فقد السيطرة على نفسه فسبح تاني وقع في الارض ورجع لهيقته الحقيقية وهي ايرن فعلا ورجل ويده رجع تاني زي مكانه وما بقاش نقصه اي حاجة وكل ده الاخ شكشيمك كان بيرعبهم في صمت وهم مش شايفينه وده الجزء الاول من فيلم جمل عمالك واستنوني في الجزء التاني وهيكون واتمنى تكون المشاهدة عجبت حضرتكم واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة واللاقي الجميل واتفعلوا زر الجرس وشكرا على وقتكم اشتركوا في القناة